السلام عليكم تقبلهم للقيادة بتاعتك سواء أنت أصغر منهم في السن أو أكبر منهم في السن أو التعامل حتى مع أولياء الأمور التعامل مع الستيك هولدرس التانين اللي ممكن يكونوا أعلى منك مديرينك أنت فهنتكلم في شوية تابس صغيرة كده إن هي ممكن يساعدنا بشكل عام في التعامل مع الناس فخلينا حتى نكتبهم مع بعض كده كنوت صغيرة عشان خاطر يعني إن شاء الله يساعدنا الموضوع ده خلينا كده نجيب الويت بورد لغاية ما نجيب الويت بورد ممكن تفكروا كده إيه الحاجات اللي ممكن تساعدنا نخلي القيادة بتاعتنا أو الليدرشاب بتاعنا بشكل فعال أكتر أو إيه التابس اللي ممكن تكون كويسة كالكوميونيكيشن سكيلز واحنا نتعامل مع المدرسين اللي في الفريق معنا فأول حاجة دايماً اللي هتلاقوها بتتذكر في كل الكورسات وفي كل حاجة هو إن إحنا نسمع الناس بشكل كويس أو الأكتف لسنينج خلينا نكتب النوت سوا كده واحد بيحبي ياخد نوتس وهو بيعمل أي حاجة عشان ما ينساش أكتف لسنينج يعني إيه أكتف لسنينج؟ الموضوع مش مجرد أنه هو آه تمام معدل كنام وخلاص أنا لازم أحسس الأصودي إن أنا فعلاً سماعيه ومتقبلة اللي هو بيقوله مش شرط إن أنا هوافقه في الرأي ولكن على الأقل باحترم رأيه إن أنا مستوعبة الموضوع ده كويس يعني مثلاً لو إحنا في حد من المدرسين جي قالنا والله الولاي الأمر دو أتعامل معينا وسوا ومش عارف إيه كده ما ينفعش أقطعه ما ينفعش أديله كده فيب اللي هو إيه تاب خلاص إنت كده كده بص الزبون ده إيه من على حق فأتجاهل مشاعره تماماً لكن أنا محتاجة إن أنا أبقى بديله انتباه حتى لو أنا ما عنديش وقت دلوقتي حالاً فأنا ممكن أقوله مثلاً يعني مثلاً يا مس مونة أنا متفاهمة تماماً إن أنت مددية جداً دلوقتي بسبب الأم دي عملته معيكي وإن شاء الله هنقد نتكلم في الموضوع دوت وهسمعك وهنفذ بالزبط الحل الأنسب اللي يراعي مشاعرك لبعد كده أو يراعي المشكلة اللي حصل دي ما تحصلش تاني بس أنا دلوقتي عندي ميتن مع المدير فأنا مضطرة إن أنا أدخله فأنا بعتذر أني بقى قطعك لكن خلينا نحدد مع بعض الميتن نتكلم فيه وأعرف منك المشكلة اللي حصلت بالزبط يبقى أنا كده حسست الشخص اللي قصدي إن أنا مهتمة بالكلام اللي هو بيقوله فبالتالي أنا هتجنب مقاطعة الشخص دوت أحسن لغاية ما يخلصوا كلامهم لو أنا حتى مرتبطة بمعاد معاين أوات معاين فأنا ممكن أوضح لهم ده بشكل كويس وأوفر لهم البديل أو اقترح لهم البديل اللي هو إيه طيب خلينا نتكلم فيه يوم كذا الساعة كذا ده هيكون مناسب بالنسبة لك آه تمام دايما نبقى بنبص لهم بنعمل ناضين كده بدمغنا ما نبقاش بنرعب بالموبايل يا جماعة موضوع الموبايل ده بقى صعب جدا إن الواحد يبقى أحد بيتكلمه فهو ماسك الموبايل آه وبيتشات وأصلا معلش عشان خاطر أنا مجغول وفي المدير بيتكلمني ومش عارف إيه لأ حاجة من اثنين يا إما هدي انتباهي للشخص اللي معاهي ده يعني إما هعتذر له وقل له بص أنا دلوقتي آه في وسط محادسة مع المدير بتاعي فأنا هضطر إني أبقى يعني مش هبقى بديك كامل انتباهي فعشان خاطر ما بقاش مشتت فخلينا نتكلم في وقت تاني يبقى كده أول تابة عندنا هي الاكتيف لسنينج مع المدير بتاع مع الستيكولدر ستونا سواء أولياء الأمور أو سواء الفريق بتاعنا ده هيساعدنا كتير جدا إنه ما يبقاش فيه أنيموزتي أو عداء ما بيننا وما بين الفريق اللي احنا بنقوده فبالتالي ده ما يعملناش مش كده بعد كده والناس تعمل معنا الحاجة بالعند كده اللي هو إيه خلينا نروح لتابة تانية وهي لو حد من المدرسين مثلا يعني عمل حاجة كويسة فخلينا نحن دايما نعمل إيه نشو تقريبا إن التقدير خسرنا كتير التقدير ممكن يكسبنا كتير يعني إيه يعني دلوقتي أنا مثلا أنا تيم ليدر أو أنا المدير التعليمي أو الترينيج مانجر أو البروجيك مانجر لمشروع معين في مجال التعليم فأنا معايا ناس حد أعمل حاجة كويسة فأبتدي إن أنا أقدره أقدره إزاي والله ممكن يكون التقدير ده حاجة بسيطة زي إن أنا أبعت له thank you mail لو إحنا على واتساب جروف فهم إليهم يا جماعة أستاذة أميرة عملت النهار ده شغلة عظيم جدا وهندلت وليت الأمر اللي كانت دخل غطبانا وعملت مشكلة مش عارف إيه بالرغم إن ده ما كانش جزء من مسؤولياتها ولكن شكرا جدا على إن هي كانت وإن هي سعادتنا إن إحنا نعدل يوم ده بشكل أفضل أو إن عندنا مستر أحمد يا جماعة الفصل اللي كان معاه ده واخده from zero to hero يعني هو الفصل اللي كان معاه كان داخل بسكور 25% دلوقتي بقى السكور بتاعه 40% في ظهر في شهر واحد في البي تاست والبوست تاست مثلا فدي حاجة هتساعد كتير جدا إن المدرسين يحسوا بالتأدير طبعا التأدير ممكن يكون معنوي ممكن يكون معنوي معنوي زي إن إحنا نبعط لهم thank you وإن إحنا نشكرهم مقصد الناس إن إحنا نقدرهم إن إحنا نديهم شهادة تأدير نعمل لهم recommendation على link in أو إن إحنا نقدرهم مديا ودي طبعا على حسب المؤسسة وعلى حسب policies يعني مثلا لو في مكافئات مدية ممكن تطلع للمدرسين حتى لو كانت حاجة بسيطة جدا هتفرق كتير جدا وهتخلق نوع من competition الجميلة اللي هو إيه هنشوف مين بقى يا جماعة اللي هياخد المركز الأول في كزا أو مين اللي هياخد البونس اللي جاي فبالتالي الناس ممكن تبقى حتى البونس ده أو الappreciation ده ممكن يبقى على التعاون لأن إنت مش هدفك إنك تخلق بس competition غير صحية إنت هدفك تخلق competition صحية وفي نفس الوقت يبقى فيه روح من التعاون أو cooperation ما بين أعضاء الفريق عشان ده هيشيل من عليك أنت هاي كتير قوي لما نيجي نتكلم في حتة delegation إن أنت هتفوض حد من الفريق إنه هو يساعدك في مهام معينة يعني لما أنت تكون مدرس مثلا فبتفوض مهام معينة للطلاب اللي هو أنت هتوزع الريس أنت هتمسح البورد أنت هتعمل مش حالف إيه فما تبقاش أنت اللي بتهلك نفسك طول الوقت في التسقات الصغيرة حتى الفريق اللي معك المدرسين يساعدك إن هو هيصمم محتوى هيرجعوا وهيتعمل مع أوليق الأمور هيبقى في حاجات أنت مهمتك إن أنت to lead مش إن أنت تعمل micromanagement وتعمل كل حاجة بإيدك لأ أنت هدفك إن أنت تخلق فريق يكون هو عبارة عن leaders صغيرين كده عشان بعد كده يبقى هما leaders كبار وفي نفس الوقت ده هيشيل من عليك عيب كثير جدا حاجة ثالثة ممكن نعملها وهي إن إحنا نشار والفجن بتاعة المؤسسة اللي إحنا فيها والقسم اللي إحنا فيه فخلينا كده بسم الله شوالي يكتب شار فجن يعني إيه بقى يعني أنا دلوقتي مثلا المدرسة اللي إحنا شغالين فيها أو السنتر اللي إحنا فيه هو بيركز على حاجة معينة في التدريس فأنا محتاجة إن أنا أعرف المدرسين بتوعي الموضوع ده اللي ممكن يبقى مثلا المدرسة عايزة تمشي بطريق وعايزة يبقى فيه على طول وإن إحنا نبقى الولادة على طول بتعمل لكن المدرسين ممكن يبقى جاي معي مدرسين جداد هما جايين من background اللي هو أنا بدخل أشرح بعمل spawn feeding إن أنا بشرح بشكل تقليدي ما بعملش في الت classroom فبالتالي أنا محتاجة أعمل meeting في بداية السمستر أو لما الorientation meeting إن أنا لما أجيب فريق جديد أو ناس جديدة أعملهم orientation أو onboarding إن أنا بعرفهم والله إحنا مفروض بنعمل كذا ما بنعملش كذا نخلي بنا من الحتة دي إزاي نوصل للvision بتاعة المؤسسة بتاعتنا دا كده على المؤسسة ذات نفسها بالتالي ما يحصلش في مقارنات بعد كده إن الولادة تطلع تقول شمعنا مستر فلان بيعمل كذا مع الطلاب لكن المستر اللي عندنا ما بيعملش ده فهو ممكن يكون ما بيعملش دوت عشان خطر هو مش عارف هو مش aligned مع الscope أو الفيجن بتاعة المؤسسة هو مش عارف هو جايب يدرس بطريقة بتاعته فبالتالي أنا لما أعرف الناس وأقول لهم مع التكنيك بالظبط اللي هيعملوها جوال الكلاص وهنمشي الكلاص ازاي وهنامل ايه وطبعا وانا سايبروم للإدعاء بتاعهم وللأفكار بتاعتهم لكن أنا بعرفهم الفيجن عموما عاملة ازاي وفي نفس الوقت بقول لهم لو فيه فيجن للقسم بتاعنا احنا المفروض نعمل حاجة معينة يعني مثلا احنا في نهاية السنة المفروض انه بيبقى فيه المدرسة بتجيب والولاد بتلاقي يعملوا فاحنا طول السنة أو طول الترم بنأهل الولاد للفاينل فايبقوا عارفين ما يجيش حد كده فجأة يتخض يقول ايه ده انا مكنت شعرف انا مكنت باشرح المنهج عادي بس الموضوع الولاد شغالين الولاد شغالين فيه مع نفسهم لأ انا بحاول اعمل ايه بحاول ان انا دايما بعمل الالايم من كده او ان انا ايه من كل ده ماشينا على نفس الموجة او على نفس الخط كده اللي هو المؤسسة بتاعتنا ليها فيجن معينة القسم بتاعنا لي فيجن معينة احنا محتاجين اخر الترم هيبقى فيه ايه اخر الشهرة هيبقى فيه ايه اخر الاسبوع فيه ايه لازم كل حاجة تبقى واضحة وصريحة ومتأكدة انه هم فاهمنها ويكون بتابع معهم اول باول طيب احنا كده تكلمنا في تلات نقاط اساسيين اكتف لسنينج او ان احنا نقدر الناس بشكل مادي او معنوي وان احنا بتاعت المؤسسة وبتاعت القسم بتاعنا الاهداف الصغيرة والاهداف الكبيرة والرؤية العامة للمؤسسة تكونها عاملة ازاي خلينا نشوف مع بعض باقي النقط في الفيديو اللي جاي علشان خاطر يعني تاخدوا وقتكم وعايزاكم برضو تعملوا هل انتوا بتنفذوا الخطوات دي عندكم فيه المؤسسة ولا لأ ما قصدش بس ان انت لو مدرس انت بتشوف هل مدير بيعمل كده ولا لأ لكن انت لو مدير هل بتعمل كده ولا لأ وإيه الحاجة اللي انت ممكن ما كنتش بتعملها وحب انك تعملها تشاركوا معايا ده في التعليقات وكمال لو انت شايف ان الفيديو دوات ممكن يبقى مفيد او القسم الخاص بالإدوكيشن الشابة المانجمنت على القناة ممكن يكون مفيد للمدير بتاعك وممكن تشاركه معاه هتكون سعيدة جدا ان انا اسمع منكم اشوفكم في الفيديو اللي جاي